مرحبا فيكم حبايب برج العقرب خلينا نشوف الطاقة تبعتك برج العقرب في عنده امنية خسر شيء وبده يكسب هذا الشيء مرة تانية فانا بقول له من خلال الكرت انه ما يحاول يسترجع القديم لانه فيه قدامه او وراه خلينا نقول هو مش شايفه فرصة اكبر او تعويض اكبر للشيء اللي خسره ما تضلك تحاول هاي نصيحة يعني بس يعني من الكرت قلتلكم اياه نصيحة انه ما تحاول تطلع على هذا اللي خسرته الشيء اللي خسرته اه لا فيه شيء تعويض اكبر فيه شيء حلولة قدام فما تضلك تفكر بالامور القديمة خلينا نشوف بشكل عام اه بعدين بنشوف شوي على العطفة بشكل عام ازا برج العقرب يا رب يكون خلص من الفترة السودة اللي كان فيها ان شاء الله يكون خلص هديك الفترة طيب هذا بشكل عام زي ما قلتلك طاقتك رجعت اتكررت هون شايفيتك كنت بالماضي عم تبني اصر مش انه اصر يعني بشكل مباشر لا عم تبني مشروع عم تبني شيء معين ولكن فجأة هدم هذا الاشي بطل موجود هذا في الماضي ممكن يكون في الماضي القريب او الماضي البعيد هذا الاشي عم بيأثر عليك لحد الان نفسيا فالكروت تقريبا ايجابية فانسى هو الطاق اللي قبل تلك قبل شوي لما طلعنا طاقتك انسى هذا الموضوع لساتك انت عم تفكر فيه بيبين هون عندي انه في اشي قدامك في بناء يعني شوف هذا الانهدم شيء قديم شيء فيه مشاكل شيء فيه عوائق فانت بالعكس انت خلصت من هذا الموضوع ممكن يكون عمل عمل رديء كنت تشتغل فيه كان فيه كتير مشاكل فيه وهلأ بالعكس شايفه قدامك اللي هو من بعد هاي المشكلة من بعد هذا الموضوع عم بيكون بناء يعني مضبوط عم تحصل على فرصة فعلا بتستحق فانسى الادين اطلع لقدام ورجل عقرب شايفيتك مثل عم بتميل للموسيقى عم تسمع كتير هاي الفترة يمكن اغاني حزينة اصر عم تتذكر يا اما عم تتذكر حبيب يا اما يعني انت عم بيكون مودك شوي متقلب هاي الفترة فشايفيتك فيه فترات رح تكون فيها زعلان في فترات رح تكون فيها كتير مبسوط طبعا زعلان مش لسبب يعني ما تخافوا مش ما في يعني وقعات ما في شي بخوف ولكن اه كمود يعني اه انه مود بدون سبب اه بدون اه شغلة حتى تصير حتى لا هي شغلة هيك فترة مؤقتة رح تحس بعض الفترات انه فيه توترات يا برج العقرب بس ما في شي بخوف بالعكس تشوفك انت انتهيت من شي قديم غير مربح غير مش في مصلحتك اه والان الفترة الجاي عم تتطلع على هذا على هاي الفرصة او على هذا الموضوع وعم بتروح له شايفي كمان ممكن يكون فيه سفر عم بيفكر برج العقرب بسفر على عمل شايفي انه هذا الموضوع رح يكون ابسط بكتير من ما انت تفكر يعني انت بفكروا انه معقد يمكن لسه ما بلشت بالاجراءات انت بفكروا انه معقد انه كذا بالفترة الجاي رح يتسهل كتير هذا الموضوع شايفيتك هون اريدي خلص مجهز امورك وبدك تسافر ولكن بيقولك انه انه ما تسافر لحالك يعني عالاغلب رح تسافر اما مع زوجة مع حبيب مع ما بعرف بس يعني بينصحك الورع بانه ما تسافر لحالك لانه انت من الناس اللي شوي عاطفيين فيمكن اذا سافرت لحالك تكون كتير شاعر بالوحدة كتير تكون متعزب يمكن نفسيا حلو انك تسافر مع حدا مو شرط اه حبيب او كذا ممكن يكون اخ ممكن يكون بس انا شايفيتك مسافر مع حدا يعني مش لحالك اه شافي فيه كمان اه شخص ممكن يكون عندك في العمل شايف حاله ومش مصدق اه وانت عم تاخده على قد عقله على طول الوقت ولكن هذا الشخص رح يكتشف امور اه رح يكتشف انه انت ما اخده على عقله يعني رح يكون فيه شوية اه صراع للناس اللي اساسا عم يشتغلوا فيه صراعات شوي على خفيف يعني مش كتير اه هذا الشخص ممكن يكون هوائي ناري او مائي اكتر اشي مبين اه مبين انه كمان فيه وفرة مالية في نهاية الفترة او طرقية خلينا نقول للناس اللي قريدي بشتغلوا فيه فرصة جديدة كمان فيه فرصة جديدة حلوة كتير قلنا عنها للناس اللي ما بشتغلوا اه من ناحية الصحة شوف الصحة انت بتعتمد على الموضوع النفسي فانت تعبان نفسيا بالورق فعم ينعكس على صحتك فانت شو لازم تعمل يعني لازم انه تضبط نفسيتك تحاول تعمل توازن في اه ما تفكر كتير ما تعطي للامور اكتر من اه من حقها اه لحتى صحتك تكون منيحة الاناث من برج العقرب عم بيهتموا جدا 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 في جمالهم. هنا اساسا جميلات يعني بس اه عم يهتموا اكتر اه في كل الموضوع في كل المواضيع اللي بتخص الجماله. شايفيتك هون عم تترك دنيا وتفوت دنيا جديدة. اه تطلع من حبس. والله فعلا يمكن يكون في حبس بالموضوع انت محبوس يمكن مسجون. اه لا اه بمزح ممكن يكون بالمعنى المعنوي لهذا الموضوع انه كنت محبوس جوه افكار كنت محبوس جوه اوهام. رح تفتح هاي الطاقة يعني رح تفتح اه فيه طاقة رح تنفتح. مثل تفتيح عين او اه رحانيات او شي عم تطلع من هذا الحبس او السجن او الاوهام اه لارض الواقع. عم بشوف اه كمان ممكن تترك دنيا تفوت دنيا تانية. اه تخيل تخلص سايكل من حياتك تبلش سايكل جديدة. شايفة انه في باب رح ينفتح لك. هون انا قلت فيه ناس عم بتكون متشائمة تركت شغلها كزا. اه عم بيكون فيه نقص بالمادة طبعا نتيجة هذا الاشي يعني لانه مرتبط المادة يعني عمل. اه فعم بشوفك لأ فيه فرصة جديدة فيه باب جديد عم ينفتح انت ما كان يخطر على بالك ابدا. خلينا نشوف شوي على العاطفة. رح تمسك ايد الحبيب العقرب ما بتقولنا. ما بتخبرنا. في حب كبير في مشاعر كبيرة بيكنل لك اياها الحبيب او انت بتكون بتكنله اياها. يعني انا بعيد بكل برج نفس الكلام بحكي لكم انه القراءة ممكن تكون عكسية. لانه القراءات العاطفية احيانا بتكون عكسية. شايف الطرف الثاني يعني مش قادر على البعد. فيه شغف كبير ناحيتك. في شو في اه محبة وانت شو? انت عصابك باردة. علاقة ثلاثية. ولكن ما بشوفها ذات اهمية. ما بشوفها انها مهمة. وما في علاقة يعني ثلاثية مش مهمة ومهمة وكزا. بس ما بشوفها انها دائمة او كزا بشوفها انها مرة واحدة يعني خاصة انه كرت واحد بيان وخلاص بعديها في اه مصر على هاي العلاقة. ووكي. اول شيء الطاقات قبل ما انسى. طاقات عم تكون هوائية زي ما انتو شايفين اه نارية مائية اكثر شيء. اه هلأ مش اه شرط ازا انا ما ذكرت يعني اه مسلا طاقات معينة بتكون الابراج مش اه موجودة. ما دخل هاي هاي طاقات يعني عادي. اه ما بتأثر بس احنا انا بحكيها عشان انتو بتحبوا انو احكيها. اه هلأ بالنسبة للعاطشة. شايفيتك يا عقرب عم او العكس يعني انت يا شركة. عم تكتشف اكاذيب عم تكتشف اه موضوع معين بتعلق بيه الطرف الثالث. اه عم بتحاول بعديها انك يعني اما تجاكره اما تعطيه القدر اللي هو يعني تحجمه ما تعطيه حجم. اه راح تعلمه درس زي ما هو ضحك عليك انت انت حاسس بانه بدك تضحك عليه. شاعر بالانتقام يعني ناحية الطرف الثالث واكنه ضيع الشريك من ايدك او لهاك عن الشريك. حاس هيك من الورق فيه عندك كتير صراع من ناحية العاطفة. ما عم ترس على اه بر طول الوقت. لكن بالفترة الجاي انا بشوفك. يعني خلص اه حصلت على الحبيب اه بكل اريحية. اه شايفة انه الحبيب اه شوي الان عم بمر في ضيقة مالية. ولكن هاي الضيقة يعني ما بشوفها مستمرة لوقت طويل. اه بشوفك. بشوف شوفه. على الاغلب الانثى. ان كان انت او الطرف الثاني. ان كان انثى. اه فلعا الاغلب هي المنتصرة وهي اللي راح تكون اه يعني لها اليد العليا في الموضوع. هي اللي راح تكون الموضوع او بتحركه بالطريقة اللي بدها اياها هي اللي راح تكون الليدر في الموضوع. شايفي هاي العلاقة كتير. شو? شوف هدول كرتين? يعني مكملين لبعض. نفس الصورة عم بتكونوا متشابهين كتير كتير. انت ويانا ما عم بقول على على الصعيد الثقافي وشغل هذا. لا انا عم بقول بالمستقبل بهاي الفترة راح تكونوا كتير قريبين من بعض لدرجة انه يعني راح تشبهوا بعض بالاخير. شايفي انت راح تقدم والطرف التاني راح يقدم نفس الكاس كاس الحب. فدول كرتين مع بعض انه واو يعني نادرا ما يطلعوا مع بعض. وعلاقة مستمرة وجدية. ما راح تكون اللي هي علاقة عرضية او كزا. عم بشوف واحد من الطرفين او انت عم بتكون كتير اه شغوف على الطرف التاني مش قادر تستنى بدك باي وقت اه تبلش. اه ولكن هذا صبرك راح يعني اه راح ينتهي وراح توصل للبدكية لانه تن هون عنا رقم عشرة خلص انت خلصت التعب خلصت الامور هاي كليات هالزنخل اه اللي فيها فيها عكوسات وعم بتبلش شي جديد مع الحبيب. راك روت يعني حلوة. بس يا عقرب بطل تشاؤم انت وانت راح تشوف كتير اشياء حلوة لو تركت التشاؤم او الافكار ابعد عن ناس المتشائمة عم بشوف في حواليك يعني ناس كتير متشائمة او عم بيحكولك عم بي ايش بيسموها بيكسروا بمأديفك على قولة اخواننا المصريين حبايدنا اه او انه يعني ما بعرف اه في حواليك ناس بيحاولوا انهم يحطوك. فابعد عن هاي الناس او همشهم ازا كانوا من العيلة اه بشوف للبعض من عندكم من العيلة نفسها. فلو ما كنتوا لو ما كنتوا قادرين انه تبعدوا عن هدول الاشخاص ازا كانوا من العائلة ففيكم انه تهمشوا يعني تسمعوا من هون تطلعوا من هون. فبس انكم تتعدوا عن اشخاص اه السلبيين. شوف راح توصل لمرحلة راح تصلي فيها يمكن ركعتين شكر. يا رب اه على موضوع انت كنت اه شوفوا هذا الشخص في جزيرة لحاله وحيد اه متل مثل برمودة ما فيش يعني احده هناك نيائيا اه اجهاله الفرج من ابعيد. فبيقول لك راح توصل لهاي المرحلة. انا تشكر اه ربنا بكافة الوسائل على الامور اللي انت عم بتحققها بالفترة الجاي. ان شاء الله يا رب الله كريم. اه بس بيقول لك زيح الافكار السلبية من اه من راسك اه لا تسمع اه اوهام لا. عيش بالواقع زي ما هو. كمان عم بشوفك يا عقرب البعض منكم عم بيحلم احلام اللي هي غير واقعية. فلا بيقول لك امشي على الارض. يعني امشي واحدة واحدة واحدة. ما تحلم بالشي البعيد جدا. لا احلم شوي شوي يعني انت راح تحقق الامور ولكن يعني شوي شوي ما ما تحمل حالك اه اكتر ما بتستحمل. طيب خلينا نشوف مسلا شو بنا نشوف. اللي نشوف هدول. الكروت شو عم تقول? لبرج شوف حبيبي هاي الطاقة بتعطيك طاقة ايجابية. ازا كانت طاقتك ناقصة او سلبية فانت بتحولها لايجابية ازا عملت هادا الاشي. سامح. ما رحكي لك انه تنسى. يعني احنا مش من يعني احنا مش آلة او ماشين عشان خلص تكبس عالكتسة وتنسى الموضوع لا. بس انه آآ سامح. عالاقل زي ما قلت قبل شوي ببرج من الابراج انه نقول حسبي الله ونعمل وكيل وخلص بكفي. ما نحاول انه ننتقم ما نحاول لانه في شوي روح انتقامية عند بعض ال ال بعض الناس. آآ رح تكون بيقول لكون انه خفف شوي من الحساسية. آآ كون عملي اكتر آآ مشي امور آآ ما تدقق على كل شي وكل اشي رح يمشي. بس بيقول لك انه احزر من الحساسية. ممكن الفترة الجاي رح تكون كتير حساس. خفف من هذا الموضوع. ازا كان موجود عندك. حباي ببرج العقرب برجع اشوف اشوفكم في